جميل ما جاء على لسانكم السيد الوزير ولكن الوضع في بعض الأقاليم شيء آخر إقليب مني ملال مثلا هناك قرى جبلية ونائية باكية وسط الجبل تعاني التهميش والعزلة بوت فردا تيزينيسلي ناور أغبالا وقرى أخرى وضعتهم الطبيعة في عزلة ونسيتهم وزارتكم هذه الحواميل يعانيهم معاناة كبيرة وخاصة يمشيشتاء والتلج أقل من 10% فقط هم اللي كيمشيوا لدار الولادة ولكن 90% كيتنقلوا ولساعات باش يوصلوا المستشفى القرب ديال قصب التادلة ولكن للأسف ما كيلقوش طبيب النساء والتوليد هذا المستشفى ما فيش كذلك طبيب أطفال ما فيش طبيب جراح ما فيش كذلك تجهيزات ما فيه لا سكانير لا ماموغغافي ما فيه حتى لابوراتوار ديالو مخدامش ولا حتى ليكوغغافي ديال القلب رغم أن هاد سبيطار فيه طبيب ديال القلب ولكن ما كانش ليكوغغافي ديال القرب ديال ليكوغغافي ديال القلب للإشارة فقط هاد المستشفى تجيليه مئتين وستين ألف نسامة الحقيقة أنه مني كان شوفوا الميزانية ديال الوزارة ديال كوم ما كان عرفوش نقرأوا الرقم من كترة الأسفار ولكن التنزيل ديالها على أرض الواقع غير عادل وفيه حيف كبير سيد الوزير كانت من نوع أنه هاد تمييز بين الأقاليم والجهات القنهاية ديالو وطالبي الإلاج شكراً تها الوقت